عقد الرئيس عبد الفتاح السيس اجتماعا مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي الحالي لمشروعات وزارة الاسكان على مستوى الجمهورية خاصة مشروع التجل الأعظم فوق أرض السلام بسيناء ومدن المنصورة الجديدة والعالمين الجديدة وصواري فضلا عن تطوير منطقة القاهرة التاريخية وكذلك سلسلة مشروعات سكن كل المصريين اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي الحالي لمشروعات وزارة الاسكان على مستوى الجمهورية خاصة مشروع التجل الأعظم فوق أرض السلام بسيناء ومدن المنصورة الجديدة والعالمين الجديدة وصواري فضلا عن تطوير منطقة القاهرة التاريخية وكذلك سلسلة مشروعات سكن كل المصريين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة